من جانب آخر ذكرت وزارة الصحة المقرية في بيان لها بأنه على إثر الارتفاع المضحوض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بما في ذلك عدد الحالات الخطيرة والحرجة التي تستدعي لإنعاش أول عناية المركزة وخاصة في أوساط الفئات العمرية الهشة والتي تعاني أمراضا مزمنة وتلك التي لم تتلقى بعد شرعات تلقيحها فإن عملية التلقيح تستأنف ابتداء من يوم غد الخميس ثاني أيام عيد الأطحى المبارك وطيلة أيام الأسبوع وتستغل وزارة الصحة هذه المناسبة الدينية لتجدد تذكير المواطنات والمواطنين بدرورة أخذ الحيط والحذر والالتزام السارم بالإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات بشكل سليم وتجنب تجمعات غير الضرورية وتفادي تجمعات العائلية بالإضافة إلى النظافة العامة والتعقيم بشكل مستمر كما تدعو الجميع إلى الانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات التي تتخذها البلاد للتصدي لهذه الجائحة والتحلي بأقصى درجات اليقظة خلال الأيام القادمة نظرا للتفشي الواسع الذي تتسبب فيه المتحورات الجديدة للفيروس من جهة أخرى ولتفادي انتقال العدوى تدعو الوزارة كل من ظهرت عليه علامات سريرية مفاجئة كالحمى أو السعال أو العطس أو العياء أو غيرها أن يلتزم بما يلي الابتعاد عن باقي أفراد العائلة وعدم الاختلاط بأي شخص آخر التوقف الفوري عن أي نشاط وظيفي أو مهني أو اجتماعي التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية للاستفادة من التشخيص والكشف عين المكان أو توجيهه إلى المؤسسات التي توفر خدمة الكشف التتبع السارم للبروتوكول العلاج وفق وصفة الأطباء الالتزام التام بإجراء العزل الفردي بعدم الخروج من المنزل طيلة فترة العلاج التواصل والتوجه إلى أقرب مستشفى في حالة عدم تحسن الحالة الصحية أو ظهور علامات سريرية جديدة